كان حياتك طبعا سمعتين وقلنا قبل الفقرة أسبوع تقريبا دخلنا في الأسبوع الثاني على المبادرة هل حققت أهدافها هل الناس تبدأت تشعر بالكلام ده ولا لسه الدنيا مش واضحة قوي محتاجة شوية وقت محتاجة طبعا شوية وقت لأنه هي المبادرة كانت الحقيقة كانت مطلب مهم جدا جدا السوق كان فعلا فيه فوضى سعرية كبيرة جدا وفيه يعني الناس كانت حزينة زي ما بيقولوا لأن برضو هي الدخول عندنا في المصريين دخول محدودة يعني فلما تزيد الأسعار بهذه الصورة يعني مرة واثنين وثلاثة حتى في اليوم تبقى شيء غير طبيعي وشيء غير منطقي يعني فالحقيقة أنه فيه استجابة من الدولة نتيجة اللي نحن يعني برضو حاولنا في أنه الدولة تاخد أكشن في هذا الموضوع لأن لمجتمع مدني ولا أجهزة ولا حد عارف يحد من السيطرة على الكلام وهي الأسعار زي الأواني المستطرقة بالضبط لما بتزيد سلعة أسعار سلعة بتخبط أو بتنعكس أسعارها على السلعة الأخرى فهو المبادرة كانت لسبع سلعة السبعة يعني من التخفيضات فيها من 15 لـ 25 يعني قالوا الأول من 15 لـ 20 وبعدين قالوا من 5 لـ 25 وفي بعض الأحيان أكتر من كده وهي على الجانبين يعني فيه عندنا طبعا القطاع الخاص وعندنا اللي هي الشركات القبضة اللي هي تبع وزارة التموين أو تبع الدولة يعني فدي خفضت ودي خفضت عند مثلا المنافذ اللي هي بتنعكس أنا سمعت من بعض الناس اللي يعني اللي راحوا واشتروا وكده القطاع الخاص في منهم ناس كانوا معروفين عنهم يعني أسعارهم مبالغ فيه أنا كنت الحقيقة بطالب بأنه هما الأسعار للسلع الأساسية أنه هما مش ما يبقوش سبعة بس لا يبقوا يبقوا عشر سلع يزداد يعني عدد وإنه لأنه العشر سلع الأساسية اللي كنت بطالب بهم دولة دول مهمين جدا لكل بيت سواء كان لا يخلوا منهم بيت في مصر آه كان سواء غني أو فقير وديت بتستهلك من يعني ميزانية الأسرة مبلغ كبير فلما تزيد العشر أو تنخفض هتنعكس أسعارها على الدخل اللي هو يعني على الأسرة نفسها اللي هي تستخدم بالذات السلع الأساسية دي تمامي دكتور هكنت بتقولي لي أن الأسعار زي الأواني المستتركة أيها والتأثير بيسمع في كله طبعا كلنا بكل مستوياتنا الأقل من المتوسط والمتوسط بكل شريحه لحد المكتدر ما تدين برضو بكل شريحه بنوعاني كل واحد على حسب استهلاكاته وحسب داخله كامل لكن أنا عايز أسأل سؤال وأعتقد برضو أن إحنا ده محتاجين فيه كمستهلكين أو كمواطنين هل السلوكياتنا إحنا في البداية بتدي فرصة للتجار أنها تزود علينا يعني هل إحنا ما بنعرفش نعمل كنترول على احتياجاتنا ولا في حاجات أساسية هي ما ينفعش يتعمل عليها كنترول من الأساس أنا بسأل السؤال ده يا فندم لأن إحنا ساعات فعلا بنشوف حاجات سلبية ممكن إحنا بنعملها إرادية أو لا إرادية فأنا فرق معايا مع حد معني بهذا الشأن زي حضرتك أن أنا أفهم الحتة دي لا أشوف هو فيه إحنا عندنا عادات وتقاليد الناس طلعت عليها وسلوكيات اتعودت يعني بس كان الأول مثلا في المناسبات أنت مثلا في المناسبات يبقى فيه إقبال على سلعة معينة فالتجار يبدأوا من قبلها بشوية يغلوا يغلوا زي مثلا عيد الأطحى اللحوم ورمضان حيات كده الوقت لا الوقت بقى كله مش 165 يوم بقى كله أنا معاك أن في بعض الأحيان برضو دي كان يعني كنا دايما بنعمل حملات عن ترشيد أهمية ترشيد الاستهلاك أو الاستهلاك الرشيد أو أن الأسرة نفسها هي اللي تتبنى مش حد تاني يعني أنه أنا كنت بشوف مثلا الناس بتشتري كميات من الخضار كتيرة جدا جدا والرز حلة الرز اللي تبقى قد كده وبعدين ما يكلوش منها اللي حاجة باتع يقولك إيه في الفلاحين يقولوا لك إيه الفراختة كلها يعني الرزي مثلا والحاجات لكن اللي في البندر دا بتاع تحطه في الزبالة في الآخر فأنت السلوكيات بتاعتنا إن احنا نعمل بنهتم بالكم وليس الكيف ودي يمكن مشكلة لازم نتغير يعني أنا بقول ساعات ربا درت النافعة لما الأسعار بتزيد بيقللوا الشراء بيقل لأنه هو عنده يعني إمكانيات محددة فهو مش هيقدر يجيب زي ما كان بيجيب الأول وبتمنى إنه إن احنا يبقى زي بره هو دا لسه أقوله الحر يعني بره كنت كلنا سافرنا وشوفنا إن الناس هناك بياخدوا بالوحدة ولو حتى عملوا لك عزومة وكنت يعني بتاع بيحطولك على قدك بالزبط ما بقى لمعليش يعني للصفرة المليئة ولا المظاهر اللي أنت عارفها ولا الكلام منت فبتبص تلاقيك حاطت لك شريحة لحمة مثلا أو قطعة فراخ يعني يدوبك وحبة الخضار زي أكينك بتعمل لطفل كميات محددة وتنزل مثلا الفكهة أو بتاعك بالوحدة شكرا